بسم الله الرحمن الرحيم نصوص الكتاب المقدس بأهديه القديم والجديد عبارة عن سرد كالسرد التاريخي للأحداث ليمتد هذا السرد قرونا كثيرة من الزمن وقارئ الكتاب المقدس لا يحتاج كثيرا من الخبرة ليعلم أن أسلوب صياغة الكتاب المقدس هو أسلوب السرد التاريخي وفي الكتاب المقدس تفاصيل تاريخية كثيرة الكثير منها غير مهم من ذلك التركيز على الأنساب وعلى أمور تاريخية خاصة بأزمنتها وبأشخاصها وبتفاصيل ليست مهمة هذا إضافة لبعض النصوص الخادشة للحياة والخادشة للفطرة حيث نرى وصفا لعلاقات جنسية غير شرعية لا يقوم بها الإنسان العادي وذلك مع بشر من المفروض أن يكون أسمى من ذلك من هنا نرى كيف أنه لا يوجد تحدي للبشر في الكتاب المقدس للإتيان بنص كنصوصه فالقارئ للكتاب المقدس لا يحتاج لكثير من الذكاء ومن الجهد ليعلم أنه كتب بأيدي بشر نقلا عن بشر سابقين كسرد تاريخي لإحداث وقعت مع السابقين لكن في القرآن لا نرى ذكرا للتفاصيل غير المهمة فلا نرى في القرآن تفصيلا للأنساب كما هو في الكتاب المقدس في القرآن لا نرى ذكرا لفلان ابن فلان باستثناء لذكر عيسى ابن مريم ولذكر مريم ابنة عمران لأنه لا تكرار لحالتيهما فلن تلد امرأة دون رجل إلا مريم ابنة عمران ولن يولد مولود دون أب إلا عيسى ونرى في القرآن اهتماما أكبر بكثير لما بعد الحياة الدنيا من وصف للآخرة ومواقفها ومن وصف لقيام الساعة آخر لحظات الحياة الدنيا ونرى في القرآن اهتماما أكبر بكثير بالعبر من الأحداث فالهدف من القصص القرآني هو العبرة من الأحداث لذلك نرى كيف أنه في معظم القصص القرآني نرى ذكرا لأحداث القصة ذاتها في سور متفرقة حيث نحصل على القصة كاملة من خلال تجميع أحداث هذه القصة عبر كامل القرآن وذلك لاهتمام القرآن بالعبرة من القصص فيذكر جانب من القصة في سياق يكون فيه هذا الجانب تدسيدا تاريخيا للعبرة المرادة ويذكر جانب آخر من جوانب هذه القصة في سياق آخر يحمل عبرة أخرى يكون فيه هذا الجانب تدسيدا للعبرة المرادة وهكذا ما أعني القرآن يركز على العبرة وعلى الأحكام وعلى القيم والمبادئ المجردة عن التاريخ وعن الأشخاص ليكون نصا صالحا لكل زمان ومكان وما نرى أن كلمة القرآن ترد في القرآن ذاته سبعين مرة بينما لا نرى ما يقابل ذلك من ورود لإسم الكتاب المقدس في الكتاب المقدس ذاته وهذا يعود لكون القرآن صياغة السماء وفي القرآن نرى ورودا لبعض الأحداث التي لا ذكر لها في الكتاب المقدس مثلا رمي إبراهيم عليه السلام في النار ونجاته منها فلا وجود لذلك في الكتاب المقدس مثلا التركيز في القرآن على أن سبب هلاك قوم لوط عليه السلام هو فاحشة إتيانهم للرجال دون النساء بينما نرى في الكتاب المقدس غرقا في جزئيات تاريخية وشخصية على حساب العبرة المرادة من القصة مثلا نرى في الكتاب المقدس نفسا استيطانيا لبني إسرائيل بأن الله تعالى وهبهم أرض فلسطين بينما في القرآن نرى بأن الله تعالى كتب لهم الدخول إلى الأرض المقدسة آنذاك وقد تم هذا الدخول آنذاك يقول تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فأن يخرجوا منها فإنا داقلون ما نراه أن صياغة النص القرآني هي لاحظوا كتب الله لكم بصيغة المذكر كتبه ليكون المكتوب لهم هو الدخول وليس الأرض فلو كانت الأرض المقدسة هي المكتوبة لهم لوردت صيغة المؤنث كتبها لأن الأرض مؤنثة بينما الدخول مذكر فما كتب لهم هو الدخول آنذاك وقد دخلوا وانتعى الأمر آنذاك هذه الفوارق بين الكتاب المقدس والقرآن يمكننا أن نختزلها في عدة نقاط أولا القرآن صياغة من عند الله تعالى فالله تعالى هو من صاغ نصوصه لذلك نرى أن الله تعالى يتحدى الإنس والجن بهذه الصياغة يقول تعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لذلك نرى في القرآن صيغة كثيرة تؤكد أن هذا النص نازل من السماء يعني مثلا نرى الصيغة كخطاب مباشر من الله تعالى لنبيه محمد عليه السلام نرى الصيغة مثلا يا أيها النبي يا أيها الرسول مثلا نرى صيغة تؤكد لنا أن النص القرآني خطاب مباشر من السماء لاحظوا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون يعني مثلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وكل قارئ للقرآن يرى هذه الحقيقة بشكل جليل ثانيا كون القرآن من صياغة الله تعالى مباشرة وكون المفردات القرآنية هي أيضا من صياغة الله تعالى وعلمها لآدم قبل خلق جسمه وحلول نفسه في جسمه فإنه للنص القرآني عمق باطن من الدلالات لا يحيط به إلا الله تعالى ولا يكشف هذا العمق إلا في الآخرة وهذا العمق هو عمق التأويل فتأويل القرآن بمعنى معرفة نهاية ما يحمله من دلالات هذا التأويل لا يعلمه إلا الله تعالى يقول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله ولا يكشف هذا العمق إلا في الآخرة يقول تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ثالثا النص القرآني معجز بصياغته وبما يحمله من دلالات ولكل نص منه إسقاطات في كل زمان وفي كل مكان ويختزل في أعماقه الباطنة كل نواميس الكون ففي أعماقه الباطنة يحمل تبيانا لكل شيء يقول تعالى ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ومع الزمن يتكشف للبشر هذا الأمر حتى يصل البشر كل البشر إلى يقين أن هذا النص هو من عند الله تعالى يقول تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد